مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة الحقيقة اعلنت عن تعاون استراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب طيب ازاي؟ عملوا مؤسسة حياة كريمة أو من خلال انشاء مؤسسة حياة كريمة لوحدة العنية المركزة للأطفال وده بالإضافة لعيادات ومنطقة انتظار في مركز الدكتور مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد لخدمة المرضى الأكثر احتياجا قيمة المساهمة الإجمالية لمؤسسة حياة كريمة تقريبا حوالي 47 مليون جنيه مصري حياة كريمة من المؤسسات اللي بتشتغل على مختلف المناحي الحقيقة حياة كريمة وزي ما كنا بنقول في الأول مش بيشتغلوا بس على مسألة يلا بينا هنعمل بيوت ونطور شكل المنازل في الريف المصري حياة كريمة بتلعب دور أبعد من كده بكتير حياة كريمة بتشتغل على بناء الإنسان المصري بتشتغل على إعادة الحق لبني آدم مصري كان مغبون الحقوق لعقود طويلة الحقيقة طبعا ده في إطار اللي بتعمله دلوقتي مع مؤسسة الدكتور مجد يعقوب في إطار تعزيز التعاون ما بين حياة كريمة ومؤسسة مجد يعقوب وتوسعة النطاق بتاع عمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليه؟ لأن احنا عايزين نقدم أفضل خدمة واسمحوا لي أنه بقول عايزين يعني أنا بعتقد أن احنا كلنا واحد على الشيط بتاع دي فالتة 8 بعتقد أن احنا كلنا واحد لأنه في نها خالص حياة كريمة هي جزء لا يتجزق من هذا المجتمع وهذا المجتمع هو الداعم له حياة كريمة طول الوقت طيب حضرتكم عارفين أن مؤسسة دكتور مجد يعقوب بتشتغل على استكمال إنشاء مركز مجد يعقوب العالمي للقلب الجديد واللي هيبقى إن شاء الله في 6 أكتوبر أو اللي بدأنا نشتغل فيه في 6 أكتوبر واللي بيمتد على مساحة 36.5 فدان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتبقى الطاقة الاستيعابية لهذا المركز 120 ألف مريض وهتبقى إن شاء الله 12 ألف أنا آسف 12 ألف عملية جراحية كل سنة تقريبا 60% منهم للأطفال طيب غير كده بقى حياة بنتكلم على مركز الدكتور مجد يعقوب يعني إحنا بنتكلم على واحد من أهم إن لم يكن الأهم جراحين القلب في العالم فالمركز بيعمل إيه بقى؟ بيدي التجربة إزاي بيدي التجربة؟ بيقدم فرص التدريب الطبي للعمل لأكتر من 1750 من الكوادر الطبية من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجد يعقوب طبعا في قسم الأبحاث قسم الابتكار تطوير البحوث في مجالات العلوم الأساسية والطبئية والطبية الحيوية وده وفقا لأعلى معايير طبية دولية مؤسسة مجد يعقوب غير إنها من المؤسسات القريبة من قلبي أنا شخصيا وطبعا مش بس على شهاد دكتور مجدي يعقوب هو قيمة عظيمة في حياتنا جميع لكن أنا ساعدت وتشرفت من حوالي كم سنة يوسف؟ 11 سنة تقريبا بأن أنا قابلت الدكتور مجدي وكان بتنسيق مع المرحومة الرائعة العظيمة الدكتورة أنيسة حسون هي اللي نسقت لي المقابلة دي فطبعا أنا قابلت شخص مهول مش بس عبقري هو إنسان مهول إنسان عظيم هرجعك تاني على المؤسسة المؤسسة يا جماعة هي مؤسسة أهلية زي ما حضراتكم عارفين بتشتغل في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتنمية المجتمع المؤسسة عايزة توفى الرعاية طبية مجانية للمرضى وفقا لأفضل مستوى عالمي مركز متميزة لعلام مرضى القلب أبحاث بتتعامل تطوير بيتعامل تدريب بيتعامل وهكذا يعني فخليني يعني أقول لكو إحنا لازم ندعم المؤسستين لازم نفضل دايما وراء حياة كريمة لازم نفضل دايما وراء مؤسسة مجدي يعقوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر